أصيبت ناقلتان نفط بتفجيرين في خليج عمان وقالت مصادر مطلعة أن أحدى الناقلات استهدفت بطوربيدة مشيرة إلى أن شركات الشحن قامت بإجلاء تاقيمي ناقلتين نفط ونقل موقع بلومبيرغ عن الأسطول الخامس الأمريكية القول أن الحادثة أسفر عن إلحاق أضرار بليغة بالسفينتين من جهته قال مسؤول بميناء الفجيرة بالإمارات أن النار اشتعلت بناقلة نفط بعد أن تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل إبحارها من جانبها أنقذت البحرية الإيرانية أربعة وأربعين بحارا من ناقلتين نفط المستهدفتين في حين ذكرت مصادر مطلعة أن أحدى الناقلتين غرقت في بحر عمان في الأثناء أعربت بريطانيا عن قلقها من الهجوم الذي استهدفها ناقلتين نفط